اهلا بكم الى موجز اخبار الان تمكنت قوات سوريا الديمقراطية صباح اليوم من الدخول الى حي النهضة في الجهة الغربية من مركز المدينة حيث اندلعت على اثرها اشتباكات عنيفة بينها وبين داعش ولا تزال تلك الاشتباكات مستمرة الى الان وبحسب قيادين في الجبهة الغربية فقد تمكن مقاتل قوات سوريا الديمقراطية من الدخول الى الحي صباح اليوم كما تمكنوا من قتل تسعة عشر من مقاتلي داعش اكدت منظمة الامم المتحدة مقتلى مائة وثلاثة وسبعين مدنيا في مدينة رقا سوريا خلال شهر يونيو الجاري خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الارهابي تجدر الاشارة الى ان منظمة الامم المتحدة كانت قد اعلنت في وقت سابق ان هناك اكثر من مائة الف مدني عالقون في مدينة الرقا بسوريا اعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية ان قواته تمكنت من قتل ثلاثة وستين من مسلحي داعش بينهم خمسة قياديين في اطار المرحلة الاخيرة من انتزاع ما تبقى من المدينة القديمة في الجانب الايمن من الموصل وقال جودت في بيان ان من بين القيادين ابو احمد الجبوري وزير دوان الشرطة العسكرية وابو فاطمة الانصاري المسؤول العسكري في الجانب الايمن وهو مغربي الجنسية اعلن رئيس الحرس الرئاسي الليبي في طرابلوس انه تم اطلاق صراح سبعة عناصر يعملون في اطار بعثة الامم المتحدة في ليبيا بعد ان كانوا قد خطفوا لفترة قصيرة اليوم على ايدي مجموعة مسلحة غرب طرابلوس وقال لواء نجم ناكو عنه تم اطلاق صراحهم وانهم بصحة جيدة وفي طريقهم لمطار معيتيقة قال مسؤولون فليبينيون اليوم من رجال الانقاذ انتشلوا سبع عشرة جثة متعفنة يعتقد انها لمواطنين قام المسلحون المتشددون الذين يتحصنون منذ اكثر من شهر بمدينة مراوي بجنوب الفليبين قاموا بقتلهم وبذلك يبلغ عدد المدنيين الذين قتلهم المسلحون خلال الصراع المستمر منذ خمسة اسابيع في مدينة مراوي اربعة واربعين قتيلا بحسب ما ذكره متحدث عسكري قالت مصادر امنية امريكية اليوم ان وزارة الامن الداخلي ستعلن عن اجراءات امنية جديدة للرحلات الجوية الدولية المتوجهة الى الولايات المتحدة واكد مسؤولون امريكيون ان المطارات وشركات الطيران في جميع انحاء العالم سوف تكون مطالبة بتنفيذ هذه الاجراءات واوضحوا انه في حالة رفض المطارات او شركات الطيران للاجراءات فقد يحضر على ركابها حمل اجهزة الكمبيوتر المحمولة والالكترونيات الكبيرة الاخرى نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة